بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فينبغي على كل عاقل أن يفهم حقيقة نفسه وأن يعلم أن كل بني آدم خطاء كما بيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن خير الخطائين التوابون المرء من سيمته أنه يخطئ وأنه يقع في الزلل وأنه ربما يخطئ في حق الناس فالإنسان إذا أخطأ في حق غيره يجب عليه أن يعتذر والإنسان إذا أخطأ غيره في حقه ينبغي له أن يسامح الناس وأن يعفو عنهم هذه هي الروح التي يجب أن تسود بين الناس حتى تتحقق الألفة بينهم وحتى يتحقق الوئام بين الناس وحتى تتحقق المحبة بين الناس الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدلنا على هذا الطريق وأنه لا ينبغي على المرء أن يقف لأخيه على كل خطأ وأن يمسك كل إنسان لأخيه على كل زلة لأن عادة الناس جميعا أنهم خطائين وأنه إذا أخطأت أنا في حق غيري فعفى عني فإنه إذا أخطأ غيري في حقي فيجب علي أن أعفو عنه أو ينبغي علي أن أعفو عنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدلنا إلى واسع فضله وإلى واسع عطائه فيقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فإذا عفى المرء عن أخيه فإنما يدخل نفسه في دائرة من أحبهم الله جل جلاله وهم المحسنون حتى في مجال العدل بين الناس الله سبحانه وتعالى يحبذ لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض فيقول سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم يعقب سبحانه وتعالى بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين فالله سبحانه وتعالى يحب لعباده أن يتآلفوا ويحب لعباده أن يتعارفوا بالمحبة ويحب لعباده أن يعفو بعضهم عن بعض فإذا فعلنا ذلك وكان واقعا كان لهذا المجتمع لون من الأمن وكان لون من التآلف والمحبة بين الناس ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يدلنا على هذا فنجد سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما منع صلته التي كان يصل بها أحد أقربائه لأنه خاض مع الخائضين في حادثة الإفك ووقع في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها منع عنه سيدنا أبو بكر العطاء الذي كان يصله به فأنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يدله ويدلنا على العفو إذا أخطأ غيرنا في حقنا فقال الله جل جلاله ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نعم كلنا من أصحاب الأخطاء وكلنا من أصحاب الزلات وكلنا من أصحاب المعاصي فليس أحدنا بمعصوم أبدا من الوقوع في الزلل أو من الوقوع في الخطأ وكلنا نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يصفح عنا وأن يعفو عن سيئاتنا ها وقد فتح رب العالمين سبحانه وتعالى لنا بابا من أوسع أبواب العفو وبابا من أوسع أبواب الصفح فقال سبحانه وتعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم نعم كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس فالله يكره جبارا يعانده ويكره الله عبدا قلبه قاسي هل لا تذكرت يوما أنت مدركه يوما ستخرج فيه كل أنفاس يوم الرحيل عن الدنيا وزينتها يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم وضعك في القبر المخيف وقد رد التراب بأيديهم وبالفاس سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا لرب مطعم كاسي هيا تعالوا إلى عفو ومغفرة هيا تعالوا إلى بشر وإيناس أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يكونوا سوى العافي عن الناس اللهم عفو عنا واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين